افتتحت وزارة النقل أمام حركة المرور 11 كيلو مترا من مشروع ازدواجية الطريق من دوار الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال حتى دوار بلاد أصور بمحافظة جنوب الشرقية البالغ طوله 14 كيلو مترا يجتمل الطريق الجديد على نفق لعبور المركبات لخدمة المرافق الواقعة على جانبي الطريق وعبارات صندوقية لتصريف مياه الأمطار وطرق خدمة لخدمة المخططات السكنية والتجارية والصناعية المحاذية للطريق وقد أنشئ الطريق بحارتي مرور في كل اتجاه كما زود الطريق بجميع مستلزمات السلامة المرورية والأمان من حواجز حريرية على امتداد الجزيرة الوسطية وعلى جانبي الطريق بالإضافة إلى حواجز خرسانية والدهانات الأرضية